اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الانسان كله من ضمن الحاجات اللي تخصنا كبشر التجارب اللي احنا بنكتازها وليه ربنا بيسمح بالتجارب الانسان ليه انسان بيدخل في تجارب طبعا في اسباب كتيرة جدا لكن النهاردة ركز على نوع معين من سبب معين من الاسباب يمكن يكون مختلف شوية هو اللي حصل لطبية طبية في صفر طبية اتقال عليه كلام جميل او ان هو كان مهتم بدفن الموتى وكان مهتم بالناس اللي هي بتبقى مرمية في الشوارع وازاي هو بيعتني بيهم حتى الميتين بيتفنهم بطريقة كويسة رغم ان ده يعني كان ده اوقات ضد اوامر المالك نفسه وعرض نفسه الاخطار كتير اوي في يوم من الايام بعد يوم شديد اوي تعب وبعد ما يعني عمل المجهود الكبير او الخدمة الكبيرة دي ارتاح على الحيطة بتاعت البيت بتاعه وكان فيه طائر بالفضلات بتاعته كانت سخنة اوي بيقال ان درجة الحرارة بتاعتها كانت 42 درجة مقوية نزلت على عينه وهو نايم وبسببت انه يصاب بالعمى في عينين الاثنين طبعا ممكن واحد يقول يعني هدي جازات الخدمة يعني الواحد اللي بيخدم ربنا تحصل له مشاكل اللي بيخدم ربنا يبقى حال واقل من الناس اللي بعيدة عن ربنا الملحدين والناس اللي حتى ما بترحش الكنيسة ولا بتصلي فممكن الانسان يعثر وممكن الانسان يسعوا عليه من ربنا وممكن الانسان يتذمر ممكن الانسان يقول ليه ليه بيسمح بتجربة لحد كويس اوي بيخدم خدمة حلوة اوي اتعرض لتجربة صعبة اوي زي كده لكن تعالوا نشوف اكتاب المقدس قال ايه سبب التجربة سبب التجربة بقى هنا جميل اوي ومهم اوي وده ما حصلش الناس كتير ربنا بيختار نوعية معينة من الناس يحصل لها التجارب دي قال إيه الكتاب المقدس في سفر طوبيا صح 2 من آية 11 إلى 12 بيقول فوقع درق من عيش الخطاف في عينيه وهو سخن في عمى وإنما أدنى الرب أن تعرض له هذه التجربة لتكون لمن بعده قدوة صبره كأيوب الصديق هنا بقى نقف عند كلمة لتكون لمن بعده قدوة صبره كأيوب الصديق يعني ربنا شايف أن طوبيا ده عنده صبر غير عادي جميل جدا بس الصبر ده مش هيطلع للناس مش هيبان مش هيبقى قدوة ويعلم الناس إلى لحظته التجربة دي فالتجربة دي كأنها طلعت الجوهارة اللي جوهة الكنز اللي عنده اللي جوهة ده للناس كلها مش في الجيل بتاعه بس ده الجيل الأجيال اللي هتيجي بعد كده فليه ربنا سمح بالتجربة الصعبة الإنسان حلو قوي زي طوبيا قال الكتاب لتكون لمن بعده قدوة صبره كأيوب الصديق وهنا برضو الكتاب بيعلن أن أيوب حصلت له التجربة ليه ليه ربنا يعني يتقال عن أيوب من الرجل بار كون كان إنسان حلو قوي إزاي إنسان حلو قوي يفقد كل الحاجات دي في يوم واحد إيه اللي حصل يعني عمل إيه لا هو برضو زي ما قال الكتاب هنا قدوة صبره كأيوب الصديق يبقى ربنا شايف أيوب عنده صبر كبير قوي كنز كبير قوي جوه جوه أعماقه والكنز الكبير ده مش هيطلع للناس كلها مش هيطلع للأجيال إلا لو سمح له بالتجربة دي بعد كده قدوة ونموذج لكل الأجيال يجي قدسي عقوب يقول قد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عقبة الرب لأن الرب كثير الرحمة ورؤوف يبقى ربنا سامح لأيوب بالتجربة دي وسامح لطبيا بالتجربة دي ليه علشان يكونوا قدوة لكل الأجيال وهو زنبو إيه لا هو دي ناس معينة مش ناس مش أي حد ربنا بيسمح لي بالتجربة دي دي ناس معينة ربنا بيتعالي معها تعامل معينة هما بيقبالوا التعامل ده طبيا قبل كده أيوب قبل كده ربنا وقات طبعا كان بيصاب عليه ويتكلم مع ربنا لكن هو هرب لربنا وتكلم معاه ما راحش تزمر برا أو اتكلم ضد ربنا في حاجات تانية هو كل كلامه كان مع ربنا بس الحاجة الجميلة هنا ليه ربنا سامح بالتجربة الصعبة قوي لإنسان حلو قوي لأن ربنا شاف فيه حاجة جميلة قوي في أعماقه الحاجة دي مش هتبان إلا لو ربنا حطه في التجربة دي فاتبان مش بس الجيل بتاعه ده لتكون الإيمان بعده قد وتصبره كأيوب الصديق زي بالزبط أبونا إبراهيم أبونا إبراهيم كان عنده إيمان جبار كان عنده استعادة أنه هو يدبح ابنه مين كان يعرف كده لو ما كانش ربنا قال له خذ ابنك وحيدك اللازل تحبه أصحاق وصعده ليه محرقة لأحد الجبال مين كان يعرف كده حاجة كان يعرف حاجة ليه ربنا سمح لإبراهيم بالحكاية دي ربنا ما بيسمحش بالزباح الوثنية بالزباح البشرية وربنا كان بيزعل من شعبه لما بيعملوا زباح بشرية زي الأمم فربنا مش عاوز زباح بشرية لكن ليه ربنا قال للإبراهيم يعمل كده لأن إبراهيم كان عنده إيمان جبار الإيمان ده ما كانش هيطلع للجيل بتاعه والأجيال اللي بعده كلها إلا لو ربنا دخله في الامتحان الصعب ده عشان يطلع الكنز الجوهرة الحلوة الجوهة وتكون للجيل بتاعه والأجيال اللي بعده قدوة إيمان بقى هنا إبراهيم قدوة إيمان زي مع أيوب هنا قدوة صبر وتوبية قدوة صبر فهنا دول قدوة إيمان يبقى ليه ربنا بيسمح بتجربة صعبة قوي لإنسان حلو قوي لأن الإنسان الحلو قوي ده فيه حاجات جميلة جواه مش هتطلع إلا بالتجربة ودي هتبقى قدوة للجيل بتاعه وقدوة للأجيال اللي جاية بعد كده لإلهنا وكل مجده كرام الأبد اشتركوا في القناة